الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائل من المدنية يقول أمي مريضة بالسرطان ورغم أن الأطباء منعوها من الصوم إلا أنها مصر على الصوم فهل صيامها صحيح؟ أول حاجة نقول لهذه الأم الكريمة نقول لها ربي يشفيك ويخفف عنك إن شاء الله ويرزقك السلامة واصبري فإن الله مع الصابرين اصبري كل إنسان ابتلاها الله فهذا دليل على أن الله يحبه لأن الابتلاء يكون لمن يحبه الله أما العقاب يكون يوم القيامة ما لا أحمد يا ربي على هذا الابتلاء والصبر بالنسبة للصوم إذا كان الصوم يؤدي بك إلى التهلكة يعني إذا أكد لك الأطباء أن الصوم هذا يضرك ويؤذيك لا يجوز لك الصوم وعليك الإثم فلا يجوز لك أن تصومي لكن واش الدير انت مع أم الأطباء أكدوا لها أن الصوم يضرها ولكن هي في نفسها تقول أنا أشعر براحة عظيمة وأنا أصوم تقول لك كيف رأني مريضة بالسرطان ونزيدنا كل رمضان ولكم ربي يأخذ روحي وأنا مفطرة هذا ليس خمم ساكن لأن نيتهم صالحة لأن علاقتهم مع الله علاقة طيبة تقول لك أنا وأني مريضة مريضة ولعل يأخذ الملك الموت روحي فأموت وأنا مفطرة لازم تعلمي يا أمي بل حتى لو كانت موت إذا سبق في علم الله تموت وأنت طائع لله لأن الذي يطيع ربي في الرخص أو طائع على ربي إن الله يحب أن تؤتى الرخصة فإذا كان الصوم يؤدي بك إلى التهلك لا يجوز لك الصوم ووجب عليك الإفطار وعلى كل نهار توكلي مسكين واحد على كل نهار توكلي مسكين واحد لكن إذا صمتي وتحديت الأطباء وتحديت المرض وتحديت الألم من تاعك فصيامك صحيح واش نقدر ندير؟ نجو نوكلك بالصيف صيامك صحيح ودعينا معاك يا أمي دعينا أمثالك للدعاة تحوم السجاب أما إحنا يا إنسان تصيبه صحيح لبس به الدوارة تعو الله يبارك مع ما رب الماكلة ومن بعد ما يعرش قيمة الصبر أما واحد مبتلى واحد لي مبتلى يعرف قيمة الحمد لله يعرف قيمة الصبر لأنه هو في ابتلاء هذا الدعاء تعو مستجاب سائل من العاصمة يقول زوجتي حامل فهل تصم أم تفطر؟ العلماء جعلوا الحامل كالمريد المرأة الحامل عندنا معاشر المالكية عليهم ورضا ورضوان قالوا الحامل حكمها حكم المريد كي لي عن مريد ويقدر يصوم كي لي مريد وما يقدر شي صوم فهمت؟ إذا كانت هي عاجزة عن الصوم فلا تصوم تفطر إذا كانت قادرة تصوم فالواجب عليها أن تصوم ثم الحامل في الشهر الأول والثاني والثالث ليست كالحامل في الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن كي ينحامل قوية كي ينحامل ضعيفة لذلك العلماء أعطوها حكم المريد قادرة تصوم واجب تصوم ميجز لا يستفطر عاجزة عن الصوم تأكل وتوكل على كل نهار مسكين واحد مسكين واحد تعطي له الحبوب من أواسط ما تطعمون أهليكم ما الواسط عندنا أن يسمع ديك نار واحد أصدق الزيت يعني الزيت احنا نتعشها وبيع الزيت كي سكساوها قال لك احنا نديرها في الجواز الله يهديك يا أخي انت يا لو كانت جي من الخدمة وتقول لمرتعك وحطي لي نفطر ولا حطي لي نتعشها وتحط لك طاست على الزيت مع مرسو خبزة انت تعدوا هذا ومن أواسط ما تطعمون أهليكم واحد راح خرج السكر قال لك خاتن ديروا به الحلوة هيا تطبقها في نفسك راحك جيت عيان من الخدمة تقول للمراتعك وحطي لي نفطر تحط لك طبسيط على السكر ومرسو خبز هذا ومن أواسط ما تطعمون أهليكم اتاقوا الله يا ناس من أواسط ما تطعمون أهليكم قال الناس المأكول عندنا احنا نأكلوا السميد الروس الاعدس اللوبيا الحبوب يعني الحبوب الاعدس ليأكلوها الناس ماذا من أواسط ما تطعمون أهليكم سائلة من الغوات تقول أنا مريضة بمرض الربو وأتعاطى البخاخة فهل علي كفارة أول حاجة السلمي ليأعلن أصر الغوات العزاز على قلبي بلد العلم والعلماء واحدنا روح تزورت الغوات دارونا معرض جابونا رحيوة جابونا الصباط جابونا زعم القشابية اللي كان يلبسها جدودهم ومبادلنا قلومي أجمع الغوات فيها غير حيوة وتقاشروا الصباط على جدك ورم العلمات على الغوات العلماء والمخطوطات علماء الغوات إلى الآن ما زال موجودين في أمريكا وأوروبا علماء الغوات الفقهاء الذين ألفوا في الفقه وفي تفسير القرآن واللغة والعلوم ونشر الإسلام شرقا وغربا لا لهم يديرون المتحف رح جيب الصباط اللي عنده ستميات سنة جيب الرحيوة الله يبارك ولكن كنت حب تفتخر ببلده افتخر بالعلماء ربي سبحانه نهر حبي عز آدم نهر حبي عز آدم أمام الملائكة باش عزوا برحيوة القشابية يو عزوا بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها سائلة من اللغوات تقول أنا مريضة بمرض الربو وأطاعة البخاخة فهل العالية كفارا أولا موضوع البخاخة هذا اختلف فيه العلماء علاه جواب على سؤال هل البخاخة هذه هواء ولا دواء هذا هو الجواب كي نعافو هل هي هواء أو كي يقول لك البخاخة هذه هواء كيمالهواء لين أنت نفسوه ما لا إذا كانت كيمالهواء لين أنت نفسوه وعلى أن شوها عن الصيدالية روح تنفس لهواء وخلاص إذن البخاخة دواء رفون طولين هي دواء وهذا كدواء يجوز يجري مجرى الحلق يدخل إلى الحلق خلاص ما دم يجري مجرى الحلق فهو دواء ويؤدي إلى الإفطار وبما أن هذا الإفطار ضروري لأنه علاج وإلا الإنسان ما يقدرش يعيش فعليك إطعام مسكين ما عليكش القضاء لأن أنت تستعمله كل يوم حتى نهار جي تقضيح الدير البخاخة أما للحمد لله لقد جعل الله لك ما خرجها واشنو هو توكلي مسكين من أواصط ما تطعيمون أهليكم تعيط الفقير تعطي الوطن لعدص الله بركة فطور وعشة ولا عائلة عائلة تقال عائلة تكون من عشرة أفراد تعطي لهم خمسة كيلو سميد ولا روز ما شاء الله هنا يا الله يفكرنا في الشهادة ماذا بينا تفهمين الأخت الأغواطية يا ربي حفظك ويملأ بيتك خير وبركة وكل المشاهدين الكرام ماذا بينا يفهموا هذه النقطة إذا فهمتوا هذه ما شاء الله احنا المهم كيف يفهمهم مش المهم رهدر بزاف ولا واشنو هي بزاف ناس رامي يقدرش يصوموا في رمضان واش يدير في أول رمضان يروح يوكل 30 مسكين يعني قبل ما يجوز عليه اليوم قبل ما يجوز عليها رمضان يروح يوكل هذا لا يصح وإنما لازم يجوز عليك النهار وأنت عاجز إذا جاز عليك النهار يومين ثلاثة واش عليه تجمع أسبوع بعد توكلت على الأسبوع الماضي ولكن ما توكشت على أسبوع ما زال ما عشتوش ما زال ما يفرض عليك ما زال رمضان ما عوش فرض عليك يعني اليوم هذاك ما عوش فرض ما زال ما عشتوش أنت في أول رمضان تحتو كتلة مسكين لا 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 يصح الواجب عليك تطعم بعد ما يجوز عليك اليوم الله فهمنا واللي فهم يفهم لمفهمش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته